بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أحبتي في الله لكم هذه السلسلة من الأسئلة والأجوبة بخصوص شهر رمضان المبارك سؤال في أي فصل من الفصول السنة الأربعة يوجد شهر رمضان الجواب في كل الفصول هذا لأن السنة القمارية أقصر من السنة الشمسية وهكذا نصم في الصيف في الخريف في الشتاء وفي الربيع سؤال كيف يحدد الصائمون بداية شهر رمضان الجواب برؤية هلال رمضان سؤال ابتداء من أي وقت يجب على الصائم الإمساك عن الأكل والشرب الجواب ابتداء من طروع الفجر سؤال في أي وقت يمكن للصائم أن يفطر الجواب بعد هروب الشمس سؤال ما اسم الليلة المباركة من شهر رمضان الجواب إنها ليلة القدر وتوجد فيه الوثر من العشر الأواخر من رمضان أي في ليلة واحد وعشرين ثلاثة وعشرين خمسة وعشرين سبعة وعشرين والتسعة وعشرين سؤال من من البلغين له الرخصة بأن لا يصوم في رمضان الجواب المسافر والمريض والمرأة الحائض والنفساء سؤال ما اسم الصلاة التي صليها المسلمون في ديالي رمضان الجواب إنها صلاة التراويح سؤال كم مرة ورد لفظ رمضان في القرآن الجواب مرة واحدة وذلك في الآية 185 من سورة البقرة سؤال كم رمضانا صامى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجواب صامى صلى الله عليه وسلم تسع رمضانات وقد فرض الله الصوم على المسلمين في السنة الثانية من الهجرة سؤال في أي شهر نزل القرآن جملة واحدة الجواب في شهر رمضان وكان ذلك في ليلة القدر سؤال ما اسم الشهر الذي يسبق شهر رمضان الجواب إنه شهر شعبان سؤال ما هو الشهر الذي يأتي مباشرة بعد شهر رمضان الجواب إنه شهر شوال سؤال ما اسم العيد الذي يحتفل به الصائمون الجواب تحب العفو فاعفو عنا بارك الله فيكم ونور طريقكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر